ولسه مع الآيات في صورة إبراهيم تعالوا نقرأ الآيات مرة ثانية يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم سيدنا إبراهيم دعا لمكة بالأمن والأمان ثم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام لماذا دع هذه الدعوة لماذا قال جنبني أنا وذريتي من عبادة الأصنام لأن الأصنام أضلت أناسا كثيرين قال إنهن أضللن كثيرا من الناس واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأن الأصنام أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أخذوا بلكم لنا وقفة مع هذه الآية التي يقول فيها سيدنا إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وسيدنا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم طيب شوفوا سيدنا النبي بقى ألئيه قال أمتي أمتي ويبكي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وسيدنا عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور رحيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي لم يقل من أطاعني لا اللهم أمتي أمتي جميع الأمة يطلب من الله أن يقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أمته سيدنا إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم دعى دعوة أخرى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ونخد بالنا من التعبير القرآن الدقيق لم يقل ربنا إني أسكنت ذريتي لا ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني بعض الذرية وليس كل الذرية لأن احنا اتفعنا قبل كذا إن سيدنا إسحاق من السيدة صارة وسيدنا إسماعيل من السيدة هاجر فسيدنا إبراهيم جاء بسيدنا إسماعيل وبسيدتنا هاجر وجعلهم عند بيت الله الحرام ودعا ربنا إني أسكنت من ذريتي يقصد إسماعيل ومعه زوجه السيدة هاجر أم إسماعيل عند بيتك المحرم عند هذا البيت المحرم المقدس هذا البيت الذي أول من وضعه في مكانه الملائكة وأول من طاف به الملائكة وبناه آدم وجاء طفان نوح وبعد فترة بعد كبر إسماعيل سيؤمر سيدنا إبراهيم برفع القواعد هو وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما هو ناخد بالنا بس من حاجة مهمة إن القصص القرآني كله مرتبط ببعضه يعني هتقرأ في إبراهيم ترجع للبقرة هتقرأ في البقرة تروح للأنبياء كل القصص القرآني مرتبط ببعضه وآيات القرآن يفسر بعضها بعضا فسدنا الخليل دعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليه يا إبراهيم ربنا ليقيم الصلاة اجعل من نسل إسماعيل ذرية تقيم الصلاة لأن إقامة الصلاة فيها إظهار للعبودية وإظهار للوحدانية لا نسجد إلا لله ولا نركع إلا لله